في خلال السنة من 25 يناير إلى 25 يناير اللي بعده عديد من القوة السياسية والاقتلافات المختلفة قدموا مبادرات سياسية كان منها أو بعض منها لقى رد الفعل على مستوى السياسي وبعض منها عدة كأنه لم يكن ولكن ومؤخرا قام الأظهر وطبعا هو أقدم وأساسها دينية في العالم العربي وفي العالم أجمع بمبادرة برضو سياسية مهمة جدا هنتكلم عنها أكتر وحنفهم عنها أكتر وتأثرها الفعلي على الأرض بخلال الفترة اللي جاية وتحديدا مع وضع دستور جديد للبلاد إن شاء الله يعني من خلال دفنا درواتي وهو أستاذ عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنط وهنتكلم على وثيقة الأصهر صباحا خيف صباحا يعني في البداية عايزين نسأل حدرتك إيه اللي دفع الأصهر أنه يقدم وثيقة جديدة خصوصا أنه سبق وقدم وثيقة لحكومة دكتور عصام شارف تعال أقول لك الأول وأنا باتفق ما شاهد في أنه جامعة الأصهر هي أقدم جامعة في العالم عمرها أكتر من ألف سنة ليس حديثا على الأصهر أنه يلعب دور وطني الأصهر كان ليه دور رائح كلنا شاهدناه في صور التسعتاشر ولأول مرة نشوف الجامع الأصهر يفتح أبوابه ومش أبوابه فقط منبره لأقباط مصر لمسيحية مصر أنهم يعتلوا المنبر عشان يتكلموا عن الحركة الوطنية المصرية دور الأصهر ليس دور جديد ولا دور حديث لكن الذي دفع الأصهر في الوقت بالذات أنه نرى بعد صورة 25 يناير ومناخ الحريات التي شاهدته مصر في أعقاب الصورة أنه ظهرت قوة سياسية جديدة خلفياتها دينية لم يتمارس العمل السياسي وفجأة صدمت المجتمع ببعض الأراء الحدية التي لم يكن معتادين في مصر أنه نحن دولة وسطية جنة وسطية يعني حتى المصرين يدربوا فيهم مثلا الناس بصات كده بيصلي وبيروحوا المسجد وبعد تفرج على التلفزيون وبينزل يقعد على القهوة وبيمشي في شرق ما عندناش هذه الأراء الحدية الصلبة اللي احنا اتفاجئنا اتفاجئنا بها في الرأي العام مين اللي يقوم بالدور دوت لما بتقوم بالقوة السياسية لما بتقوم بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المجتمع بينقسم كانت النتيجة التانية اللي احنا شفناها انه استفتاء 19 مارس والانتخابات الأخيرة كانت ظاهر فيها انها انتخابات طائفية يعني فيها فيها حدية شديدة الناس مش بتنتخب على اساس البرنامج السياسي او اساس الرؤى السياسية الناس بتنتخب عشان ده دينه ايه ده ما كانش معتاد في مصر من اللي منوت بي بقى انه يصحح هذه الصورة من اللي منوت بي انه يقول يتكلم عن سماحة الإسلام عن عظمة عن حرية الرأي والتعبير في الإسلام احنا اتفاجئنا ببعض الرؤى بتحرم الفن مش ممكن بتقول ان احنا هنغطي تماثيل تماثيل مصر العظيمة هنحط عليها هنحط عليها شمع او نتفنها في الرمض دي كانت قراء تجبر مش بس يعني بأصبح التزام على الأظهر الشريف صاحب الوسطية صاحب الحضارة جامعة الأظهر جامعة التنوير انها كانت لازم تدخل صحيح مجموعة من الوسائق ظهرت اولها كانت وثيقة التحالف الديمقراطي من اجل مصر اللي كانت ما بين الاخوان المسلمين وما بين الوافق اعقبها وثيقة الأظهر الاولى اعقبها وثيقة ما عرفت بوثيقة الدكتورة علي السلمي ثم فجأة بعد الانتخابات بقى الامر اختلف كان لازم الأظهر يخش مرة تاني ليه؟ احنا داخلين على البرلمان تصعد دور بقى طيار الاسلام انا نخش على الانتخابات بس كان فيه اعتراض هل 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 تتكلم يعني كل الكلام على مستوى الزيني ودور الأظهر دينيا تماما لكن لو نتكلم على المستوى السياسي كان فيه اعتراض من بعض القوى السياسية على تدخل لانه خصويا في الوثيقة الوثيقة فيها كلام كتير جدا على مرجعية الدولة وعلى شرعية الدولة والتشريع وشكل الدولة الديمقراطية الحديثة وده في الاخر بقى اني هل نتكلم على السياسة وده كان اعتراض بعض القوى السياسية لانه تدخل الدين في السياسة غير مطلوب تعليقك ببساطة شديدة احنا تكلمنا عن الأظهر انه أظهر المسجد والأظهر الجامعة الأظهر طول عمره كان بيلعب دور وطن وفيه فرق بقى بين الفهم السياسي الديق وبين الدور الوطن لا ده هو منوت بيلعب دور وطن يلعب دور وطن ليه؟ لان التيارات الاسلامية تقريبا خدت 70 في المائم من عدد المصوطين المصريين معناها انه هيبقاليها دور مهمة جدا الأظهر لو احنا شفنا أول بند في الوثيقة مش بيتكلم على انه يقول ان مصر دولة دينية ولا مصر ذات مرجعية اسلامية بيتخش مباشرة انه مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة يعني انت عايزي اكتر من كده هذا هو الدور هذا هو الدور اللي بيعمل عملية تنوير واللي احنا في اشدل حاجة إليه عملية التنوير دي لو ما قامشي بيها الأظهر في ظل غالبية بتحصل على 70% من الأصوار بتنتمي إلى الطيار الإسلامي أو إلى المرجعية الإسلامية بفكر غريب عن الساحة المصرية بفكر غريب عن حركة التنوير اللي كانت في مصر وبعدين انت وانت بتتكلم عن الأظهر انت بتتكلم عن محمد عبده بتتكلم عن رفاع رفع تحته بتتكلم عن شالتوت بتتكلم عن تراوز لا يعني أسماء أثرت في الحركة الوطنية المصرية وشكلت الوجدان المصري والقيم الدينية المصرية وكان أساسهم في تشكيل الوجدان المصري هي كلمة المواطنة اللي غابت عننا في السنة الأخيرة أنا أعتقد أن الوثيقة مدخل رائع ومدخل جاد وعقلاني لدولة مدنية حديثة نتفق عليها في المرحلة اللي جاي طب للأسف يعني لازم نقوله نفسي الأخيرة ما كانش الأظهر ليه دور كبير في الشارع المصري بالوقت وبعد ما الطيار الإسلامي حصل على أغلبية يعني كاسحة في البرلمان لأنه الأظهر لعب دور وطني يتصدى ليهم الأفكارهم تمام الأظهر لعب دور وطني كبير جدا فشاءت الأقدار أنه في الستين سنة الأخيرة قعد يتدور دوره بداية من تعيين شيخ الأظهر ولو هنشوف الوثيقة الأول مرة يعني اللي بيقول الكلام ده شيخ الأظهر وفي نفس الوقت هو اللي بيطالب بأنه شيخ الأظهر يكون بالانتخاب يعني شوف يقعنا وصلين وبيقول أن الانتخاب هي الطريقة الوحيدة اللي أجمعت عليها البشرية لتطور الديمقراطي وتداول سنمي للسلطة في كل المواقع فلما نتكلم عن أنه اللي بيقول الانتخاب هو اللي بيتكلم عن الإرادة الشعبية لا دي سياسة رائعة سياسة نتمنها في كل قطاعات المجتعة طيب هيا فندم وكاننا بقى بشكل عملي الوثيقة ضيئة على الأرض أولا هل تم عرضها على المجلس العسكري طيب هل هي حادية لشكل انتقال السلطة من المجلس العسكري للمدولة المدنية طيب هل هي حيكون لها فعلا ونجح نقول طيب أنها وثيقة مثالية وكلامها جميل وزي الفل بس نتكلم بقى على الواقع هل هيكون لها مرضود فعلي في الدكتور خلينا اتفق معاك على أنه مش ضمن الورقة أنها تعرضت على المجلس العسكري لكن تتكلم عن مؤسسة بتدير شؤون البلاد في الوقت الراهن فمنها المؤكد أنها على الأقل ملزمة أنها تتابع ما يحدث لكن أقدر أقول لك أنه الوثيقة قيمتها في أنها بتعبر عن كل المصريين يعني ما خدتش قطاع لوحده وتكلمتها عنه ده خد قطاع ده هو تابع تابع ما يحدث في المجتمع وتابع أنه الناس عندها حالة من الهلع حالة من الخوف من اللي احنا داخلنا عليه من المجهول وكأن احنا بنبني مصر صاحبة حضارة 7000 سنة النهاردة يعني وأن الناس بدأت تتكلم في الفن بدأت تتكلم في حرية الرأي والتعبير يعني بدأت تتكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المجهول وكأنك أنت ما عندكش ما عندكش دولة مركزية هي أخدم دولة مركزية في التاريخ وكأنك أنت ما عندكش دولة اتبنت أسسها السليمة من 1805 من عهد محمد علي ورفعت شعار عاش الهلال مع الصليب والدين لله والوطن للجميع في ثورة 19 لا أنا أقدر أقول لك أنه الوثيقة سهمت فيها لأقصى اليسار سنرى فيهم داخل الأزهر سنرى سامير مرقص وهو قاعد يعني جنب شيخ الأزهر لا أنت بتتكلم في توجه نحن في أشجل حاجة إليه وأنا أقدر أقول لك لو لم يكن الأزهر قام بواجبه في هذا التوقيت بالذات الذي حصل فيه هذا الهجم الإعلامي الشارسة على مدنية الدولة المصرية وعلى تراث الحركة الوطنية المصرية أنا أعتقد أنه كان يبقى مقصر لكنه يجمع هذه التوليف ما هو بالظبط من كل الطور الوطني من الأعزاب السياسية من المنظمات المجتمع المدن من المفكرين من العلماء وكلهم يتكلموا عن الدولة اللي إحنا بنتمنها في المرحلة القادمة عن تأسيس الجمهورية التانية الأزهر بيتكلم عن حرية تدول المعلومات إحنا بقى نمائة سنة بنتكلم عن حاجتنا لحرية تدول المعلومات يقوم الأزهر كجامعة يتكلم عن حرية تدول المعلومات عن حرية الاعتقاد بس تحت الأوبة بقى شوف تحت الأوبة قدر أقولك أنه أغلب الطيارات حضرت هذا اللقاء وأغلب الطيارات أعلنت رضاها عن هذه الوثيقة مش بس الوثيقة الأولى مش بس الوثيقة التانية الوثيقة الأولى والوثيقة التانية وأنا أقدر أطمنك وطمن المشاهدين ما فيش أي فصيل سياسي في مصر يستطيع أنه يغير تراصل حركة الوطنية المصرية يعني أوعى تتصور أنه كلام اللي بتقال دق فيه فيه كلام يتقال في فتلات الانتخابات عشان تدخل الناس الجنة وتمنع الآخرين من دخول النار لكن وانت بتتكلم بقى تحت قبة البرلمان وانت داخل تدير شؤون دولة بحجم مصر الأمر مش بالبساطة اللي بيتصورها للبعض مصر حتتغير للأفضل حتتغير بتراصها لكن مش هنعمل سويتش كده نقوم مغيرين مصر المجلس القادم عنده أعباء ضخمة جدا بعيدة عن هذا السفح اللي بنتكلم فيه في بعض الأحيان مش بس تأسيس الدولة ولا دستور يأسس لدولة حديثة أنا أقدر أقولك تقريبا أغلب الخوة الوطنية مجمعة في الوقت الرهن على أنها تبدأ من دستور 71 ويبقى الخلاف بس على الباب الخامس الخاص بسلطات رئيس الجمهورية اللي كان دايما هو محل الخلاف وده اللي هنأتفق عليه شكل مصر شكلها إيه لو هنأخذ بالنظام الرئاسي أو النظام البرلماني أو النظام المطلط سلطات رئيس الجمهورية سلطات مجلس الوزراء لكن مش هنروح نهد المادة الأولى الخاصة بالمواطنة ولا المادة الثانية الخاصة بالمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيس للتشريع ولا العدلة الاجتماعية ولا المساواة للحبوك والحرية أعتقد أن الكلام ده كله الوثيقة أشرت إليه دمنيا بس هي حب التطم من الرأي العام المصري على أنه الإسلام مش ضد الفن مش ضد حرية الإبداع مش ضد حرية الرأي يعني نادر نقولنا أهم البنود اللي بتميز الوثيقة دي يعني باقي الوثيقة اللي تقدمت من الكوة السياسية المختلفة هي أنه في مرجعية دينية وبتأكد يعني وثيقة حريات هي فعلا وثيقة حريات ومصدرها الأزهر والأزهر ما انفردش بيها يعني هي أهميتها في أن المصدر أن الأزهر ما انفردش بيها الأزهر الساعة إلى ما يسمى بالتوافق الوطن الواسع جمع كل أطياف المجتمع سهمت فيها أنت حتلاقي فيها عبارات بيتكلم فيها عن المدنية عن الليبرالية وبيبسطها لأنه هو بيقول أن الرأي العام بيتقال له أن الليبرالية دي وحشة بيتقال له أن المدنية دي فيسهل مهمة العبارة للمشاهد البسيط للمصر البسيط للناخب البسيط فيحس باطمئنان أن الكلمات التي بتتقال سعاد دي مجعلصها من النخبة المصرية لا لها أساسها في الشريعة الإسلامية لها أساسها في توراس الحركة الوطنية المصرية لها أساسها في الأديان السماوية عشان كده هو حس كمان على حرية العقيدة على حرية قبول الآخر في الثلاث أديان أيوة مش أنك تصطدم له آخر والأول مرة بيتكلم أن العنصر الرئيسي والكلمة دي حط تحتها هو عشر سطور قال أن الفيصل بين المصريين القانون وما سكيتش قالك وفقط القانون يعني المعيار الرئيسي هو سيادة القانون عشان إحنا في دولة إحنا مش في قبيلة ولا في عائلة لا إحنا في دولة ودولة زاد سيادة ودولة فيها مؤسسات إحنا كل ما في الأمر إحنا بنعيد بناء هذه المؤسسات بنعيد المصالحة الوطنية بين المصريين وبين مؤسسات الدولة طيب خيان الكريم يا فندم بقى على حزب الوافد تحديدا بصفتك منصبك يعني في هذا الحزب هل وافق على هذه الوثيقة واستقبلها إزاي والتوارات المختلفة مواقع متابعتك هل الترحاب كان منين وكان الرفض كمان أو التساؤلات كانت من أي فصائل أو أي قوة سياسية لا ده أنا عايزة أقول لك المفاجأة أنه تستطيع أنك تلحظ أنا كنت أتمنى أن نشوف لقطة من الحضور نحن نشتلاها أصلا هتلاقي فيه هتلاقي فيه الجهاد موجود النور موجود الجماعة الإسلامية موجود الإخوان موجودين الوافد التجمع ناصر هتلاقي وكل بقى أطياف المجتمع من المفاكرين والفنانين اللي عندهم حالة هلع من أنه تمس حرية الرأي والتعبير كل الأحزاب وكل القوى السياسية رحبت رحبت لي وهي دي المفاجأة مفاجأة أنك أنت استطعت أنك تنزع من القوى اللي هيكون منموت بيها وضع الدستور الجديد تأسيس الدولة المدنية الحديثة أنه هم يجمعوا على أنه الحداشر بند دول هم اللي يمكن الاتفاق الاتفاق عليهم وبالمناسبة هي الوثيقة لو فكرنا بهدوء هي ما ما اخترعتش جديد ما جابتش يبدأ كل ما في الأمر أن حطت الأمور في نصابها يمكننا نحن تيهين أقصى اليمين أو أقصى اليسار لا تذكروا أنه هو ده ترسل حركة الوطنية المصرية وتذكروا حرية الرأي وحرية الوثيقة بتتكلم عن البحث العلمي وأن البحث العلمي دوت بعض الأديان يعني أو بعض مفسر الأديان اللي يحصل محرم وقالوا لا البحث العلمي مهم جدا للبشرية لأنه هو اللي بيقدم العلاج للبشرية بيتكلم لأول مرة عن المواثيق الدولية اللي وقعت عليها فتلاقي كل الأحزاب كانت بتطالب بأن مصر وقعتها على المساخ العالمي لحقوق الإنسان على العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية على عهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية على عدم التمييز ضد المرأة والطفل الوثيقة بتتكلم عن المرأة والطفل يعني مش يعني تتركت لكل المواضيع يعني فشيء طبيعي أنه يكون الوافد من أوائل القوى السياسية اللي تعبر عن رضاها بل مش تعبر عن رضاها تعبر عن مسندتها ودعمها لهذه الوثيقة أنه تكون بداية يدور حولها التوافق الوطني الواسع بحيث أنه نبقى شعارين أنه في تداول سلمي للسلطة في المرحلة القادمة أنه مش هيحصل فجوة بين الواقع وبين العمل أنه فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غياب في غياب الدولة اللي يتصدى إليها الأظهر مش يتصدى إليها بقى الليبراليين أو العلمانيين إحنا لما نيجي نقول الكلام ده واتيقولك دول مش دول بيتكلموا بمنطق الليبرالي بيعيد عن الدين لكن لما يتكلم المسجد لما يتكلم الجامعة الأظهر أعتقد الكلام ممتد خلينا نقول أن الوافد يعني في يوم الأيام كان ليل أغلبية البرلمانية لسنين طويلة جدا دلوقتي الليل أغلبية هو الطيار الإسلامي سهل أن نحن نطبق وثيقة من جهة هقول أن هي أقدم مؤسسة دينية في مصر على طيار ليل الأغلبية وأعتقد أنه يعني أن الوثيقة دي مش هيكون موافقة عليها بالشكل اللي نحن نتخيل شوف أنا عايز عايز أقولك الطيار الإسلامي فيه أفرع كثيرة جواه وفكرة الكلام اللي تقال كله أيام الانتخابات هو الهدف منه الاستقصار بالأصوات لكن فيه كلام نظري فتفاض واسع كل واحد يقعد في أي برنامج يقوله لكن وقت العمل وقت الالتزام لا حيلتزم حيلتزمه لأنه الكلام اللي مكتوب قدام مننا ده ما يخرجش عن وسطية الإسلام اللي احنا بنعيشه كلها ما يقدرش حد يخترع لنا دين جديد يخترع لنا مبادئ قانونية جديد يخترع لنا تراص للحركة الوطنية المصرية جديدة ده تراص تأثرت به البشرية بس التصريحات اللي ظهرت لحد النهاردة بتؤكد غير اللي احنا يعني متوقعين التصريحات دي كانت السبب في أنه جامعة بحجم جامعة الأزهر وأنه الأحزاب السياسية وأنه القوى السياسية وأنه المفكرين يهبوا عشان يقولوا آه كان عندنا بعض الأخطاء لكن احنا محتاجين بقى دولة حديثة بس بهذه القيم وهذه المواصيق وهذه الاتفائيات طبقا لسماحة الإسلام ووسطية الجامع الأزهر اللي هو فروعه في كل دول العالم هنتابع انشاء الله الفترة اللي جاية جدوى هذه الوثيقة وتابعياتها على المستوى البسطوري وعلى المستوى الفعلي هي مش سألة تطمئن هي مسألة إحنا نجم أن إحنا دولات إنتوا قلتوا حق تاني إحنا في مرحلة تاريخية مهمة جدا مش بنمشي لجمهورية جديدة بس إحنا بيعاد تشكيل المجتمع المصري والمستقبل المصري وووو بسألة تساؤلات تساؤلات مشروعة لكن ما فيش حد هينفرد بصناعة القرار ولا هينفرد بصناعة الدستور إنت دخل في مرحلة تحالفات سياسية حتى تميز بكثير من المفاجآت اللي حنشوفها وحتشوف وحتشوف جو مختلف غير جو الانتخابات الكل مقبر على النزول على إرادة المواطن المصري الأستاذ دكتور عصان الشيحة عضو الهائل على الحزب الوفد المحايم النقد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ومشاهدين استنونا ليسا معنا فقرات كتير بس بعد الفقر